شكرا لك أنا في الحقيقة أفتكر التقدم في أمدرمان عنده دلالات كثيرة جدا الدلالات الواقعية والعملية على الأرض أنه الجيش يسترد محلية مهمة جدا مثل محلية منطقة أمدرمان منطقة أمدرمان طعم يتضم ثلاثة محلية محلية كرر ومحلية أمبدأ ومحلية أمدرمان والتأمين محلية أو تأمين منطقة أمدرمان عموما ده يعني أنك أنت بيتأمن حتى الممكن لأنه أنت لما تصل سوق ليبيا وتتجاوز سوق ليبيا معناته أنت بتكون على مسافة مهمة جدا من قواتنا في الأبيض أنت بتتكلم عن تأمين الأبيض وانت بعد ذا بتتكلم عن تأمين شريان الشمال وانت برضو إذا القوات دخلت لحد صالحة برضو إنت بنتكلم عن أنك ممكن تستولى على منطقة جبل أولية أو تحيدة وإذا برضو بنتكلم عن أنك أنت الآن في قلب أمدرمان في المهندسين والفتحاب وكده برضو بنتكلم عن أنه الطريق ما بين المهندسين وما بين الاستراتيجية داخل الخرطوم برضو بيصبح على مقربة زمانية من أن القوات المسلحة تفتح الطريق ما بين المهندسين وما بين الاستراتيجية فعموما الانتصارات في أمدرمان إنعكاساتها داخل منطقة أمدرمان وخارج منطقة أمدرمان بل خارج ولاية الخرطومة هذا على المستوى العملي والمستوى بتاع الحساب العسكري على مستوى المعنويات طبعاً ده بيدي للقوات المسلحة وبيدي الجيش وهيئة العمليات والمستنفرين بيديهم دفعة قوية جداً جداً وبيرسل الرسالة نحن كونه بنقوله إنه والله التمرد بدأ داخل الخرطوم ثم إذا به ينتهي إلى خارج الخرطوم بمئات الكيلومترات إلى حدود منطقة سينجا وسنار وفي حد ذاته هو حزيمة ساحقة للتمرد التمرد الذي كان مرتكزاً في مدرمان وداخل الخرطوم وكان على بعد مسافات قليلة جداً إنه يستولى على أولاية الخرطوم إذا به الآن يخرج من المدرمان بل أن قواته تقاتل خارج الخرطوم بمسافات بعيدة جداً ده بيعني أنت لما تأمن منطقة زي منطقة المدرمان بيعني أنك قواتك الموجودة في المدرمان عندها القابلة لأنها تنفتح على محاور أخرى زي موثلتك ممكن كلا على شمال كوردوفان بنتكلم عن الولاية الشمالية وبنتكلم عن بقية المناطق داخل ولاية الخرطوم اللي هو منطقة بحري ومنطقة الخرطوم بما فيها من مناطق استراتيجية القيادة العامة ومصفات الجيلي وغيرها من المؤسسات العسكرية فبالتأكيد الانتصارات وتقدم الجيش السوداني في مدرمان عنده دلالات إيجابية كبيرة جداً جداً خاصة أن هذا التقدم زي ما نشوفنا الآن في هذا المقطع أن القوات المسلحة تضع يدها على مخزن ضخم جداً جداً للذخائر والأسلحة اللي كان بتعتمد عليها قوى التمرد ده بيعني أنك أنت بتعمل بتعمل تشوين لروها وبتضرب في نفس الوقت الإمداد اللي كان بيجي للتمرد بتستفيد منه وده طبعاً برضو فيه يعني الغلبة عسكرية بيفهمها المختصين عسكرياً أنك أنت تشهيل المخزون العتادي بتاع الخصم بتاعك وتبتلين تتقاتل بيو طبعاً عندنا فيه قيمة كبيرة جداً وفيه مؤشرات لتغيير كامل في ميزان العمل العسكري وميزان العمل الميداني على الأرض